هذه المحكمة من ضمن عدد كبير من المحاكم العدلية والإدارية والمالية التونسية التي تبدأ يومها دون قضاة في خطوة احتجاجية تمتد لأسبوع كامل قابل للتجديد مع عدم الترشح للمناصب القضائية لتعويذ المعزولين ولأي منصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات وذلك ردا على قيار الرئيس قد تتعيد إعفاء 57 قاضيا من مناصبهم إلى حد الآن نجاح إضراب نجاح ذوني سب عالية باعتباره أنه قارب المئة في المئة نحن نهيبه بزملائنا أنهم يواصلوا في نظالهم من أجل أنه ننتصروا لقضية زملائنا التي اعتبروها قضية عادلة وحقهم أنهم يتكمنوا حكمتهم وحاكم عادلة تبقى الإجراءات قرار شهد تنديدا واسعا من الهياكل النقابية التي وصفته بالمذبحة القضائية معتبرة إياه استئثارا بكافة السلطات وتكميما للأفواها وتقويذا للمواثق الدولية هي عملية متعتقشة للمذبحة القضائية بعنوان ما مع أنت محاربة الفساد والمثلة ما عنداش علاقة بمحاربة الفساد ونحن مش ضد المحاسبة مش محاربة ضد محاربة الفساد وكنا هذي يخذينا فيه مواقف علنية وموثقة ولكن محاربة الفساد ما تكونش بأنه رئيس الجمهورية حتهيده على القضاء تضامن حقوقي وحزبي عريض مع القضاء المافيين خاصة مع حرمانهم من حق الطعن والمحاكمة العادلة وفق ما يقولون مع استقلالية القضاء مع نظف القضاء لكن مع احترام حقوق الدفاع نحن نرفضه وأنه إنسان يتعزل في خرق للقانون دون أن يقع سماعه دون أن تتح له الفرصة بيش يدفع على روحه بدون منه يتعدى على مجلسه بدون ما يكون عنده حق الطعن وكان عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إبراهيم بودربالة قد اعتبر أن الإضراب سيعقد المسألة ربما تكون له نتائج غير مرضية بالنسبة إلى المؤسسة القضائية مرجعا قرار سعيد إلى التباطئ في فتح ملفات عديدة نحو مزيد من التعقيد تسير الأزمة في تونس فيما تتجه الأنظار إلى الرئيس قصة سعيد والخطوات التي ينتخذها في ظل تصاعد المطالبات له بالتراجع عن قراراته رحمة سياري تأرتي عربي تونس